كيف تقوم بتركيب وتجميع وتشغيل واستخراج الماء من مدخة الماء أو الغطاسة التي تشتغل مع البئر إذن هذه هي المدخة أو الغطاسة نقوم بإخراجها من الكارتونة ثم نجد كذلك هذه الكولا أو اللساق إذن المدخة التي لدينا هنا من النوع إيطالي 1 حصان أو 1 أشبي فهي تدعم قابس 120 يعني تشتغل بالقابس العادي نحتر هذه الأدات البلاستيكية ثم نقوم بتركيبها مع رأس المدخة هذه الأدات دورها تقوم بربط الأنبوب البلاستيكي مع رأس المدخة الآن نقوم باستخراج هذه الكولا أو اللساق الحراري وهذه القطاع التي يجأتي معه والآن سوف نقوم بربط الخيط الخاص بالمدخة مع ذلك الخيط الأسود الطويل الآن نقوم بإحضار هذه الكولا الكبيرة نقوم بإدخال خيط المدخة وسطها ثم نقوم بإخراجه من الجيل الأخرى والآن اقوم بإحضار هذه القطعة المدينية أقوم بإدخالها في الأسلاك ثم أقوم بالضغط عليها بوسطة الملقات والآن اقوم بربط أسلاك الخاصة بالمدخى مع الأسلاك الخاصة بالخيط الطاويل يعني أرمط كل سلك مع اللون الذي يناسبه ثم أضغط على ذلك الأنبوب المديني بواسطة الملقات والآن أقوم بج� hoch والآن أقوم بدف هذا العازل الحراري بوسط ذلك السلك لتغطيته ثم أستعمل ولاعة أو شمعة أو أي أدات تستعمل النار وأقوم بتسخينه لكي يتقلص ذلك الأنبوب ويمنع مرور الماء والآن أقوم بإدخال هذا الأنبوب أو العازل الحراري وسط السلك في هذا الشكل والآن أقوم باستعمال أي موقع نار أو اللاعة ثم أقوم بتسخين هذا العازل الحراري لكي يسخن جيدا ثم يتقلص لكي يمنع مرور الماء إلى ذلك الأسلاك الكهربائية أقوم بتسخينه جيدا لكي يتقلص وأنظره حتى يخرج ذلك الغراء من الجوانب بعد ذلك نتأكد من أن هذا الأنبوب أو العازل الحراري بأنه تقلص بشكل جيد والآن نقوم بتركيب لوحة التحكم أو عداد التحكم الخاص بالمدخاء نقوم بإدخال ذلك السلك الأسود الكبير من ذلك التحكم الذي نره أمامنا ثم نقوم بتركيب الأسلاك يعني كل سلك نقوم بربطه مع اللون المناسب الأسود مع الأسود والأزرق مع الأزرق والبني مع البني ثم نقوم بإحكامهم جيدا ونقوم بإغلاق تلك الجهاز نقوم بإحضار السلك معدني قوي ثم نقوم بطيه يعني نقوم بعمل علاقة لرأس المدخة بهذا الشكل نحضر شريط مطاطي نقوم بربطه في منتصف المدخة من هذا الجانب ثم نقوم بربطه في تلك العلاقة التي قمنا بسنعاتها لرأس المدخة والآن نقوم بإحضار كيبل طويل جدا نقوم بربطه في رأس المدخة لكن نقوم بالتعليق بها وإنزال المدخة إلى البئر أقوم بفجحة ذلك الرأس البلاستيكي ثم أقوم بتركيبه مع الأنبوب البلاستيكي ثم أقوم بتركيبه مرة أخرى مع رأس المدخة والآن هذا هو الشكل النهائي للمدخة ثم الآن نقوم بإنزالها بلطف خطوة خطوة نقوم بإمساكها من الكيبلات المطاطية وفي نفس الوقت نقوم بإمساك الأنبوب البلاستيكي يعني نقوم بإنزالها خطوة بخطوة ثم ننتبه إلى الكيبل الكهربائي لكي لا ينقطع والآن بعدما إنزلناها بشكل كامل نقوم بالضغط على الزر وكما تلاحظون فالمدخة الشغالة والماء يخرج بشكل ممتاز جدا مدخة 1.5 حصان فهي قوية جدا وتافي بالغرض كما تلاحظون فالنتيجة أمامكم وبكل وضوح إذا أعجبكم الفيديو ولو قليلا ادعمونا بعمل إعجاب الشارك في الجرس للتوصى ودائما بحدة تخشيرات والبشكارات إلى اللقاء نلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله ومن واجهه أي مشكل فالله يدعه لي في التعليقات وسوف أجيبكم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر